فضيلتك أردسعل رابطة أئمة وخطباء الأعظمية هي رابطة خاصة لو تتبع إلى مرجعية معينة هل تتبع إلى المجمع الفقه العراقي؟ أستاذ أبو عزة العزيز مرجعية يعني وين؟ يعني عندي رسالتين تفضل رسالتين خفيفة قبل لا أجاوبك على هذا السؤال عندك الوقت كاملة الله يحفظك نعم الرسالة الأولى أنا أناشد الحكومة الموقرة وأناشد أهل القرار أن يلتفتوا إلى أهل العقود في ديوان الوقف السني أن يلتفتوا إلى من يخدم في مساجدنا حسبة لله عز وجل أو بأجر يومي وأن يلفتوا عنايتهم لهؤلاء فهؤلاء شريحة كبيرة خدمة المساجد تقوم عليهم خدمة بعض الأعمال الإدارية تقوم عليهم لذلك مناشدتي من خلال برنامجك من خلال استوديا التاسعة إلى دولة رئيس الوزراء وإلى كل المسؤولين في البلد أن يهتموا بهذه الشريحة وأن يولوها العناية الخاصة كونهم يقومون على خدمة أحب البلاد إلى الله وهي المساجد وأنا أضم صوتي إلى صوتك أضم صوتي إلى صوتك سواء كان الأمر سواء كان عد ديوان الوقف السني أو سواء كان عد رئيس مجلس الوزراء أتمنى بالفعل لأنه ذول يخدمون الله سبحانه وتعالى بخدمتهم الحقيقية للإسلام اللي نحتاج الآن أن ندعمهم ونوقف فيهم فأتمنى الإسرع بذلك نعم ورسالتك الثانية تفضل